أهلا بكم في سلسلة فيديوهات جديدة من إلكتروميشن معكم المهندس إبراهيم البدوي ونبدأ في السلسلة نتكلم عن الساوند سيستيم أنظمة الصوتيات أو أنظمة الاستدعاء نتعرف في الأول على أنظمة الساوند سيستيم أو فيما تستخدم أنظمة الساوند سيستيم طبعا القرص موجه لجميع المهندسين والفنيين الذين يريدون أن يأخذوا خلفية عن أنظمة الصوتيات والمين تراك ده يعتبر موجه لمهندسين الكهرباء أو فنيين الكهرباء اللي هما شغالين في مجال المقاولات سواء كان مقاول رئيسي أو مقاول باطن كان مهندس استشاري تصميم أو كان مهندس استشاري سوبرفجان تمام؟ ده يعني كالكورس ده موجه لمين بالظبط الهدف من الكورس إيه؟ الهدف من الكورس إنك تتعرف على أنظمة الصوتيات تتعرف على الاستخدامات الخاصة بها تتعرف على مكوناتها تتعرف على الخطوط الرئيسية لتصميم أنظمة الصوتيات ثم تتكلم عن المواصفات العامة التي تتكتب في المناقصات الخاصة بأنظمة الصوتيات ثم سوف نتكلم عن التستهاندو كوميشن كيف أن أختبر منظومة الصوتيات وكيف أن أعمل لها كوميشنينج في آخر المشروع نتكلم عن استخدام أنظمة الصوتيات فيما تستخدم أنظمة الصوتيات يمكن أن منظومة الصوتيات أول استخدام لها كان هو استخدام البيتجينج سيستيم اللي هو أنا موجود في مكان وعاوز البيتجينج سيستيم دي يعني أنا أستدعي أفراد أو أن أنا أزيع رسالة معينة للعاملين في مكان معين تمام؟ فكانت يعني مثلا بتستخدم في المصفنة أو بتستخدم في المستشفيات لماذا؟ علشان أنا أريد أن أستدعي طبيب معين ببتدأ أن أستدعيه بواسطة نظام الصوتيات لأن أنا معرفش هو موجود في أي مكان في المستشفى ما كانش فيه بقى أنظمة التليفونات المحمولة أو البيتجينج سيستيم اللي بيستخدم مع الأطباء في الفترة اللي إحنا فيها دي من ناحية من ناحية الثانية لو أنا أريد أن أستدعي مهند الصيانة أريد أن أستدعي فني معين ببتدأ أن أستدعيه عن طريق نظام الصوتيات بيبقى منتشر في المبنى بالكامل ومجرد بس أن أنا أزيعي اسمه في المايكروفون الصوت بيتتشر في كامل المبنى بيوصل للفرض اللي أنا عاوزه بيفيد أن يتحرك على المكان اللي هو المفروض يكون فيه تمام؟ يبقى كلمة بيتجينج دي كلمة بيتجينج يبقى رقم واحد بيستخدم في البيتجينج تمام؟ رقم واحد بيستخدم كبيتجينج سيستيم ايه هو البيتجينج سيستيم؟ الاستدعاء الاستدعاء للأفراد او ازاعة رسالة معينة يعني لو أنا عايز أزيع رسالة معينة يسمعها كامل من في المبنى وبعد كده هنتكلم يعني ايه زونات؟ او الزونا معينة أنا عاوز مجموعة من الأفراد ان هما يسمعوها ببتدي ان انا استخدم نظام البيتجينج سيستيم ده كده رقم واحد طيب كذلك برضو البيتجينج سيستيم ده انا عايز اتكلم ان هو بيتربط يعني هو البيتجينج بيكون عن طريق حاجتين بيبقى عندك ده الامبلفاير بتاعك متوصل على مجموعة سماعات في المبنى اما انك بتوصل على حاجة اسمها توك ستيشن اللي قدمنا دي حاجة اسمها توك ستيشن بتضغط على الزرار ده فالمايك بيفتح بتتكلم فالرسالة بتاعتك بتتزع لي كامل المبنى او ان بيكون عندك نظام سنترال والسنترال ده بيبقى متوصل على عدد في عدد اسمها عدد ديجيتال اه بحيث ان انت وانت قاعد على وانت قاعد على التليفون ده التليفون ده قدامك لو انت عايز تزيع رسالة في كامل المبنى بترفع السماعة وبتضغط على الزرار معين وتقول الرسالة بتاعتك بيبقى فيه كابلة طالع من السنترال وداخل على الامبلفاير فالامبلفاير بيعرف ان فيه اشارة جياله من السنترال فبيبتده ان هو يزيع الرسالة اللي هي جياله من السنترال يبقى نظام الاستدعاء ده بيبقى حاجة من التين اما ان يكون عندك مايك هنا وانت مخول ليك انك تستخدمه علشان تزيع الرسالة بتاعتك او بيكون عن طريق سنترال والسنترال ده بتضغط على زرار معين فيجي بحولك على الامبلفاير وبيجي بشغلك الرسالة بتاعتك تمام كذلك برضو البيتجنج ده البيتجنج ده برضو ممكن ان احنا نوصله على لوحة الفاير الفاير الارم لو انا عندي حريقة مثلا وعايز ازيع رسالة فالفاير اللي هي اسمها FACP Fire Alumn Control Panel بتبتدي تبعث اشاره للامبلفاير علشان يزيع رسالة الاخلاق بواسط منظومة السوند سيستم او البيتجنج اللي هي موجودة عندي تمام يبقى ده اول استخدام عندي اللي هو نظام البيتجنج سيستم الثاني استخدام عندي بنسميه الباك جراوند ميوزيك موسيقى خفيفة نشغلها بصوت منخفض نشغلها في الفنادق نشغلها في المطاعم لكي نجعل مزاج الزبون رائع طول الوقت الموسيقى الخفيفة تحسن لك المزاج ومن ناحية التانية لا تركز مع الضوضاء الخفيفة الموجودة في المكان لكي تسمع صوت افراد طائم الخدمة الموجود في الفندق أو المطاعم فتشغل موسيقى خفيفة وتحسن المزاج وفي نفس الوقت تشتت انتباهك عن ضوضاء الافراد الموجودة عندك الاستخدام الثاني هو الـ background track او background music اكس الـ background في الـ foreground الـ foreground music او foreground track اللي هي بيكون عندي التراك اللي هو شغال او الموسيقى اللي هي شغالة ده الـ subject الرئيسي لمنظومة الساوند اللي هي موجودة عندي يعني ان انا مثلا في الجيم في الجيمات بيبدد ان هم يشغلوا نوع من انواع الموسيقى عشان يمرسوا عليها العلعاب او التماريل الرياضية الخاصة بهم بيستخدم برضو على حمامات السباحة بيبقى في منظومة sound system بتبتد انها تشغل موسيقى او تشغل اغاني الافراد اللي هم موجودين على حمامات السباحة او على الشواطئ وكذلك برضو في الديسكو في الديسكوهات تمام؟ الاستخدام الرابع بيستخدم ده بنسميه في البرزنتيشن بنسميه هنا بريزنتيشن ساوند ايه هو البرزنتيشن ساوند؟ البرزنتيشن ساوند بيبقى الـ sound system جزء من منظومة العرض اللي هي موجودة عندي بمعنى ايه؟ بمعنى السينما السينما عمبارة عن صوت وصورة فالصورة انا بعرضها على شاشة الصوت بتددي ان انا ادخله على sound system عشان يكبر للصوت على حسب الحيز اللي انا حطت فيه منظومة sound system بتاعي كذلك برضو من ضمن البرزنتيشن ازعت ماتشات الكورة لو انت بتزيع ماتش كورة في ملعب او استاد بتركب sound system بحيث ان هو يوصل الصوت المعلق للأفراد اللي هم موجودين فيه الملعب اللي انت شغال فيه بعد كده في حاجة اسمها speech reinforcement speech reinforcement ايه speech reinforcement ده بيكون sound system هو subject الرئيسي برضو عندي ولكن هنا ما بتشغلش track لانت اللي بتمسك الميكروفون بتددي انك تتكلم فيه ده بيستخدم فيه المحاضرات وبيستخدم فيه قاعات الاجتماعات اخيرا رقم 6 بيستخدم في الاجتماعات 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 احنا اتكلمنا عليه في الاول في البيجينج system قلت ان انا ممكن استخدم البيجينج system ك fire alarm sound system بحيث ان انا اعمل اخلاق للمبنى في حالة وجود حريق لكن الشركات الشركات اللي هي بتصنع ال fire alarm system ابتدت ان هي تطور في منظومة sound system اللي هي هتستخدمه بحيث ان هي اضفت عليه مواصفات قياسية تقدر ان تخليه يعتمد ك sound system مستقل ممكن ان انا استخدمه في منظومة fire alarm اللي موجودة عندي يعني زي ما انا موجود عندي اجراس وموجود عندي سراين بابتده ان انا اشغالها في حالة حدوث حريق لا هم اعتمدوا دلوقتي بيبا في منظومة sound system خاصة بالfire alarm لها الوان معينة لها مواصفات في الازعاج او الضوضاء اللي هي بتطلعه لها مواصفات في التركيب بتاعها برضو والاسلاك اللي بتستخدم فيها والمتيريالز اللي بتستخدم فيها وتم اعتمادها كمنظومة منفصلة تستخدم مع fire alarm يبقى انت مثلا لو انت هتستخدم sound system ك evacuation system وانت عايز تركب sound system في المبنى فانت بتعمل نظامين بيبقى فيه نظام evacuation ده اللي بتوصل على fire alarm وبيبقى فيه نظام sound system او public address او paging system انت بتستخدمه عندك في المبنى بتاعك لو بدأنا نتكلم هم نتكلم ببداكن اول موضوع عندنا وهو استخدامات sound system انا عايز اتكلم عن sound system component sound system component مكونات نظام sound system sound system sound system او انا بتكلم مع انسان بسيط بقولك انه هو بيتكلم من مايك وبعدين مايك بيتوصل على amplifier وبعدين amplifier بوصله على speaker ده sound system فيه اقصد صوره وابسط معانية لكن لو انت معكش هذا نبتدي ان احنا نقول ان ان sound system بيتكون من inputs وبعدين فيه حاجة اسمها processing وبعدين فيه حاجة اسمها outputs بيتوصل على ايه هو الانبوت الانبوت يكون لها اشكال متعددة قد يكون الانبوت بتاعه ده عبارة عن مايك انا بستخدمه وابتدي ان انا اتكلم فيه والمايك باشكال مختلفة قد يكون مايك سيلفي وقد يكون مايك ممكن يكون انا موصله على CD player ممكن ان اكون موصله على flash player او SD card ممكن ان اكون موصله على راديو ممكن ان اكون موصله على audio in auxiliary input يعني كل دي بتبع منظومة الانبوت الخاصة بيا ممكن يكون ان الفتحة البدجنج وهو الدخل يعتبر من ضمن الانبوت الخاصة البروستسنج انا بقى مانج الانبوت بتاعتي دي ازاي علشان ابتدي ان انا اخرجها اول حاجة في منظومة البروستسنج اللي هو المنظومة الامبليفاير المنظومة الامبليفاير ده الجهاز اللي بيدخل عليه الانبوت بيبتدي انه يتكبر الاشارة بحيث ان انا قدر اوصل عليه مجموعة من السماعات كذلك اما اتطورنا شوية زهر حاجة اسمه الميكسر ايه هو الميكسر ده الميكسر ده الميكسر ده هو عبارة تقدر تقول انه سيليكشن ديفايس بيبتدي عليه مجموعة من الامبوت بيبتدي ان انا اختار ده يشتغل او ده يشتغل او ده يشتغل ممكن ان انا اشغل في الاولان ده موسيقا واخلي الصوت بتاعها خافت شوية وممكن لما البيتجنج يجي اخلي برضو الموسيقا شغالة بس اخلي صوت البيتجنج بتاعي عالي ممكن ان انا ابدل ما بينهم افصل ده اوصل ده فالميكسر ده عامل زي اه اللي بيستخدموه مهندسين الصوت بقدر ان انا بقدر ان انا اعمل سيليكشن للامبوت بتاعي واختار الليفل بتاع الساوند بتاعي ممكن يكون عليه برضو بعمل تحسينات في الصوت بتاعي اشيل منه النايز ممكن اضيف عليه بعض التأثيرات ان انا اخليه كبوب ساوند مثلا اه ممكن ارفع الصوت اتخن الصوت بنفس الشكل وكل ده بيبقى فيه منزومة الميكسر اللي هي موجودة عندي وانا عندنا ده الامبلفاير فانا باخد بدخل على الميكسر واخد من الميكسر على الامبلفاير واخد من الامبلفاير ابتدي اوزع على المنزومة اللي هي هتبسيلي الصوت بتاعي اخيرا الجزء الاخير بتاعي اللي هو الاؤوتبوت والاوتبوت بيكون على سبيكرز سبيكر سماعات وليس لم يكن عندناش كذا اوبوت لا هو القوت بتاعنا هو سبيكر ولكن بيختلف شكل السبيكر بتاعي قد تكون سماعات بتركب على سلابة خرصانة سقف خرصاني ممكن تكون ركبة في سقف معلق وفي الحالة دي بنسمي السماعة بتاعتنا سيلينج ممكن تكون سماعة معلقة بالشكل ده في الحالة دي بنقول على اسمها ساسبندد ممكن انها تكون سماعة خارجية او ميكروفون خارجي وفي الحالة دي بنقول عليها اسمها هورن تمام ايه ما من تأتي رقم واحد استخدامات الساند سيستم قلنا بيستخدم في البيجنج بيستخدم الباخراند بيستخدم في الفورغراون في الاجبارد بيستخدم في البرزنت spinach يستخدم في الاسبيتش وبيستخدم في الاليفاكيواشن بعد كده الساوند سيستم بتاعي ببتدي ان انا اتكلم ايه هي المكونات الرئاسية بتاعته بتكون من ثلاث مكونات رئاسية انبوت وبروسيسنج واوتبوت الانبوت بتاعنا هو الصوت اللي هو داخلي داخل ازاي بيدخل بطرق مختلفة قد يكون بمايك قد يكون سيد بلاير قد يكون راديو قد يكون ادوين قد يكون بيتجوزنج سيستم البروسيسنج حاجة من اثنين اما ان هو يكون امبلفار و اما ان هو يكون ميكسر والميكسر ده بيعمل سيليكشن على الامبوت و بضيف عليه بعض التأثيرات الاوبت بتاعي هو السبيكر والسبيكر بتاعتنا لها اشكال مختلفة قد تكون هتركب في سقف خلصاني او تركب في سقف معلق او في حاجة نسي نقول عليها اللي هي تركب حائطيا وول مونت وقد تكون ميكروفونات خارجية شكرا وشوفكم في فيديو جديد